كابتن أسانو عليش نروح سريعا لزميلنا كريم أحمد بن ملعب المباراة نتعرف منه على آخر أجواء ما قبل المباراة كريم فضلك كريم كريم أحمد طبعا مرحب بيك في البداية وكل التحية طبعا لنجوم التحليل كباتلنا لكبار ومشاهدة في طبعا قناة القليل في كل مكان مصابدين كالعادة طبعا كتن أحمد بن علي اللي يستقبل المباراة أجواء مميزة الحقيقة جدا بحضور جمهوري نادي الأهلي اللي بتوافت بكثافة الحقيقة دي هذه اللحظات يعني مصابد في ساعة أنت عارف كابتن عامل لكن منظر رائع جدا ومحضرين مفاجهات كبيرة جدا جمهوري لنادي الأهلي اللي للاعبين اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله مع التحضيرات اللي احنا لمتناها من خلال التدريبات ومنذ وصولنا الحقيقة جداية كبيرة جدا للاعبين وتركيز أجلة إدارة برئاس الكابتن محمود القطيب الحقيقة وفر كل المناخ لطيب جدا لمساعدة فريقة نادي الأهلي والجهاز الفن إن يكون تركيزهم فقط لغير دي تسعين دياب نعملها إن شاء الله ما تنتدش لأكثر من دي تسعين دياب الحمد لله الأمور طيبة جدا أنا أتكلمة كمانا كمانا في هذه اللحظات يعني كنت تشكيل لسه طالع لكن لسه كمان البودلة لكن أقول لك تشكيل لفريقة نادي الأهلي اللي يخد في هذه المباراة في حراسة المرمى الشناوي صدت الظهر من اليمين للشمال أكرم توفيق أيمن أشرف بدر بنون علي معلول أمامهم حمدي فاتقي أمامهم أيضا عمر سليا وأليو ديانج على الأطراف محمد مجدي أفشا وحسين الشححة وفي الأمام بيرتتا ويمكن ده التشكيل الحقيقة اللي كان شغال عليه في تسو مسماني في تلالة 48 ساعة تحديدا الماضية في التدريبات الأخيرة بحفظ الحياة اللعبة كل الجمل التكتكية والحياة كان دارس بشكل كبير جدا فريقة الرجاء من خلال المتابعات والمشاهدات إن شاء الله بإذن الله كابتنا أمن تكون إدارة الفنية في تسو مسماني مميزة جدا كالعادة في المباراة الكبيرة وأيضا كمان لعباتنا النهاردة محتاجين منهم تضحيات كبيرة جدا مجود كبير الحقيقة عارفين أنه هو بوزل فيه شائط العرب بالنسبة للاعبين طبعا المتخابنا قل وصني لكن خلاص إحنا دخلنا في أجواء جديدة دخلنا طبطولة طرية جديدة هتفرق مع نادي الأهلي الشخ كبير وإن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة في اللعبين أن نحن نقدر نرفع السوفر ويتربع نادي الأهلي على العرش أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بالإصرار والعزيم هو الجديدة المعروفة عن العدي وبنور نادي الأهلي إن شاء الله كلمني عن أجواء في الملعب وأخبار الجماهير إيه؟ أجواء رائعة الحقيقة كتنا من جدا 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 جمهور نادي الأهلي إذن أنه هو يحصل على مدرجات الثالثة شمال بالكامل وأيضا كمان منتصف المدرج الخاصة فيه جمهور نادي الرجاء يمكن نادي الرجاء طبعا العدد قليل المقارنة الحقيقة بجمهور النادي الأهلي اللي متواجد بكثافة لو فيه أكثر من كده الحقيقة اللي بنسبة للتذاكر كان يكون العدد أكبر من كده لكن إن شاء الله بإذن الله العدد المتواجد والتحضرات المميزة جدا وهي تفهم يؤثر بشكل كبير جدا على عيبة النادي الأهلي ويكون سر الفوت كعادة جمهور النادي الأهلي في بطولة أفريقية إن شاء الله يا كريم والشك حلو دايما على النادي الأهلي في جميع السفريات وإن شاء الله نهني بعد بعد المباراة بإذن الله